موسيقى أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نستهلها بأبرز العناوين موسيقى نائب رئيس الجمهورية يلتقي رئيس لجنة تنسيق عادة الانتشار وبيعثة الأمم المتحدة بالحديدة موسيقى البرلمان العربي دين انتهاكات ميليشيا القوثي بحق أعضاء مجلس النواب اليمنية الرافضين للإنقلاب موسيقى تجدد المواجهات مع ميليشيا الحوثي بجبهة حجر شمال الضالع ومصرع ثمانية عناصر من الميليشيات في مواجهات مع الجيش الوطني أهلا وسهلا بكم وإلى التفاصيل التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محصن صالح رئيس لجنة إعادة الانتشار وبيعثة الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال مايكل لويس جاردا وأكد نائب رئيس في اللقاء توجيه فخامة الرئيس عبد الرب منصور هدي للفريق الميداني بالتعاون والعمل على إنجاح مهام رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بما يضمن تصحيح أي اختلالات وتصويب وتنفيذ اتفاق الحديدة وفقا لما ورد في اتفاق السويد وطبقا للقانون اليمني والمعاني الواردة في القرارات الأممية ذات الصلة وناقش نائب الرئيس خلال اللقاء الجهود التي يبدلها الفريق الميداني في العمل على تنفيذ اتفاق الحديدة مؤكدا الحرص على تنفيذ اتفاق السويد نصا وروحا أدان البرلمان العربية الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإقلابية بحق أعضاء مجلس النواب في اليمن والتي من ضمنها إجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء المجلس الرافضين للانقلاب وانحازوا للشرعية وخاصة الذين حضروا جلسات المجلس بمدينة سيئون وفرض الإقامة الجبري على من تبقى من الأعضاء في مناطق سيطرة الميليشيا وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية وتفجير منازل البعض وتشريد أسرهم واعتقال أبناء وأقارب بعض أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل ورحب البرلمان في بيان له باستئناف نشاط مجلس النواب وعقد جلسته بمدينة سيئون وتشكيل هيئة رئاسة جديدة ليكون سندا وممثلا للشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب وطالب البرلمان العربين من العام للأمم المتحدة توفير الضمانات الكافية لتنفيذ كافة بنود اتفاق ستوكول ما الخاصة بمحافظة الحديدة وموانيها وعدم تجزيئته ووفقا للقرارات الدولية وعودة السلطة المحلية الشرعية إلى الحديدة وإلزام ميليشيات الحوث بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قصرا والواقعين تحت لقامة الجبرية ورفع الحصار عن مدينة تعز وأكد على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم 22-16 لعام 2015 وأرب عن دعمه لموقف الحكومة اليمنية في مطالبة المبغوث الأممي إلى اليمن بالارتزام بمرجعيات الحل السياسي وتنفيذ كافة بنود اتفاق ستوكولن بشكل دقيق وفقا للقرارات الدولية والقانون اليمني وعدم تقديم حلول خارج الاتفاق تضر بمصلحة الشعب اليمني كما طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لأمم المتحدة والاتحاد البرلمانية الدولية للطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما تقوم به إيران من انتهاك بسيادة اليمن وتهريب الأسلحة والصواريخ البلستية من ميليشيا الحوثي وتحميلها مسؤولية تبعات أعمالها الإجرامية وما تمثله من تهديد للسلم والأمن على مستويين الإقليمي والدولي وما تشكله من تهديد لحركة الملاحة البحرية الدولية وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاستخدام كافة التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية والأغضية لكافة الأراضي اليمنية بما في ذلك المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا وضمان عدم عرقلة أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية التهنئة إلى نظيره الجبوتي عبد القادر كامل محمد بمناسبة العيد الوطني لجمهورية جبوتي يوم الاستقلال وقال الدكتور معين يسرني أن أتقدم إليكم باسمي ونيابة عن حكومة الجمهورية اليمنية بأحر التهاني لدولتكم الشقيقة حكومة وشعبا متمنيا لجمهورية جبوتي مزيدا من التقدم والازدهار ولشعبها الشقيق موفور الرفات والسعادة ولشخصكم الكريم الصحة والتوفيق ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع عدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية بمحافظة حضر موت الترتيبات النهائية لعادة افتتاح مطار الريان الدولي بمدينة المكلة والمشاريع الاستراتيجية في المجالات الخدمية والتنموية والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة وأكد اللقاء الذي عقد في العاصمة الموقفة عدن بحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي أن استيناف رحلات الطيران من وإلى مطار الريان الدولي ستتم قريبا جدا خاصة بعد استكمال عمال تأهيله وتجهيزه بالكامل بالتنسيق معلاشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية بحيث يمثل إضافة نوعية لخدمة المسافرين وتطرق اللقاء إلى أولويات واحتياجات المواطنين في محافظة حضرموت في الجوانب الخدمية خاصة الكهرباء والمياه وآليات الطعاة معها وفقا لمسار سريع وعاجل وأشهد الرئيس الوزراء بمحافظة حضرموت وأبنائها الذين أثبتوا وطنيتهم في مختلف المراحل والمعطفات وأخرها احتضان حضرموت لاستيناف العقاد جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون منوها بحرص أبناء حضرموت على إسناد جهود السلطة المركزية والمحلية لتعزيز الأمن والاستقرار وإطلاق عجلة التنمية ولفت الدكتور معين عبد الملك إلى ما يوليه فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية من اهتمام خاص بمحافظة حضرموت وحرص الحكومة على تنفيذ مشاريع استراتيجية بعدد من المجالات والقطاعات وإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تعاني منها حضرموت وذلك بالاستفادة من إراداتها من أجل تحقيق التنمية وأكد دعم الحكومة لخطط قيادة السلطة المحلية في حضرموت للمساهمة في تطوير العمل المؤسسي واستقرار الأوضاع الخدمية وترسيخ بيئة حقيقية للاستثمار والمستثمرين مشددا على ضرورة تكاتف الجهود والعمل على تحديد الأولويات من أجل إحداث التنمية الحقيقية والمستدامة وتوفير بيئة ملائمة لجذب رجال المال والأعمال والمستثمرين وتنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية المختلفة ووجه رئيس الوزراء بالتركيز على عمل الدراسات والخطط الكفيلة بتحويل حضرموت إلى منطقة صناعية واقتصادية بالاستفادة من المقاومات والخصائص التي تمتاز بها مؤكد السعداد الحكومة وبالتنسيق مع السلطة المحلية لتقديم التسهيلات والمزايا للمستثمرين ورجال الأعمال لإقامة المشاريع في مختلف القطاعات من جانب أعرب وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش والمشاركين في اللقاء عن سعادتهم بلقاء رئيس الوزراء ومناقشة جملة من القضايا والاحتياجات والتحديات التي تواجه حضرموت والعمل على إيجاد الحلول لتلك المشكلات والتحديات وأكدوا حاجة حضرموت لعدد من المشاريع وحل بعض المشكلات في المجالات الخدمية والتنموية وبمقدمتها الكهرباء وأهمية استئناف المشاريع المتعثرة بمختلف القطاعات والاهتمام بالقطاعات السمكية والزراعية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية حضر اللقاء وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس اللطفي باشريف والنفط والمعادن أوسى العودة والصحة العامة والسكان ناصر باعوم والكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني والإدارة المحلية عبد الرقيب فتح والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين إبا سنامة والثقافة مروان دماج ومدير مكتب رئيس الوزراء الإسباح حارثة وأمين عام رئاسة الوزراء حسين منصور ونائب وزير المالية سالم بن بورايك وعدد من المسؤولين المعنيين شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على ضرورة تحسين الخدمات العامة المقدمة للمسافرين بمطار عدن الدولي وزيادة عدد الرحلات الجوية من أجل تخفيف معاناة المسافرين جاء ذلك خلال ترأسه لقاءنا في العاصمة الموقعة عدن ضم وزير النقل صالح الجبواني ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن طيار صالح بن هيد ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني والقائم بعمل مدير عام مطار عدن منيف الزغلي وعدد من المعنيين وناقش اللقاء احتياجات مطار عدن والمشكلات التي يواجهها وكيفية معالجتها خصوصا القضايا ذات الصلة بتحسين خدمات بالمطار وزيادة الرحلات الجوية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمسافرين كما تم مناقشة احتياجات مطار عدن الدولي من الخدمات وتجهيزات الفنية والتقنية الضرورية للارتقاء بمستوى عمله والنهوض بالخدمات المقدمة المسافرين ووجه الدكتور معين عبد الملك الجهات المختصة بسرعة توفير هذه الاحتياجات بما يضمن الارتقاء بمستوى خدمات وعمل مطار عدن وحركة الملاحة الجوية بشكل أفضل كون مطار عدن يعتبر الشرايان الرئيسي والاستراتيجي للنقل الجوي ونافذة البلاد من وإلى العالم وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تكاتف جهود لجميع والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد واتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة للمساهمة بتيسير وتسهيل حركة الملاحة الجوية بشكل المطلوب لافتا إلى أهمية مراعاة وأوضاع المسافرين خاصة المرضى والجرحة وتوفير الوقت والجهد عليهم بكل الطرق والوسائل الممكنة دشن نائب رئيس الوزراء دكتور سالم الخنبشي في العاصمة المواقة عدن مشروع توزيع 40 صهريجا لنقل مياه الشرب المخصصة لسبع محافظات تشمل عدن وتعز والضالع ولحج وشبوة وحضر موت وأبيان وذلك بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن دشن نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي يلون بالعاصمة المؤقتة عدن تسليم 40 صهريجا مياه لعدد من المحافظة المحررة كمنحة مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن بالمملكة العربية السعودية وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة وحضره الإخوة محمد العناني وزير الكهرباء وأحمد سالمين محافظ العاصمة المؤقتة عدن وأحمد التركي محافظ لحج وأبو بكر حسين محافظ أبيان وسالم الأحمدي وكيل شبوة وسلمان الخديمي ممثل البرنامج السعودية لتنمية وعمار اليمن ونجيب حميد مدير المنحة السعودية باليمن وعدد من المسؤولين بالمؤسسة العامة لكهرباء عدن والمياه وصرف الصحي القنائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي كلمة نعبر خلالها عن شكر الحكومة اليمنية لكل الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبلادنا داعينا الأشقاء إلى استمرار الدعم لتحقيق الاستقرار والنماء في بلادنا نحن نقدم من هذا المكان شكرنا الجزيل للقيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان ابن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان كمان نتقدم بشكرنا الجزيل لبرنامج التنمية السعودي لتنمية اليمن وإعادة إعمارها على كل ما يقدمه لهذه البلاد والتي تضررت كثير من النواحي الإنسانية والخدمية والاجتماعية بفعل الحرب التي شنها القوى الإنقلابية الحوثية الغاشمة علاقتنا بالمملكة السعودية علاقة تاريخية قديمة نحن نمثل لهم عمقا جغرافيا واجتماعيا وسياسيا كمانهم أيضا يمثلون لنا عمقا جغرافيا وسياسيا واجتماعيا وأدعو الإخوة في البرنامج السعودي والذين تكرموا مشكورين أن قدموا لنا منحة سعودية لثلاثة الأشهر في آخر 2018 وبداية 2019 نحن بأمس الحاجة اليوم من جانبه شكرا محافظ عدن أحمد سالمين دعم الأشقاء مؤكدا أنه سوف يسخر في جوانب بلحة شاكرا الاستجابة السريعة للأشقاء في كل الظروف التي تمر بها بلادنا اسمحوا لي باسم بنامج محافظة عدن نقدم بقزيل الشكر للبرنامج السعودي للتنمية فيما قدموا من دعم سابقا وحاليا وإن شاء الله في المستقبل يستمر هذا الدعم ونشكرهم شكرا جزيل على التواصل المستمر معنا في تلبية مطالب محافظة عدن والاستجابة لها في أسرع وقت ممكن الصهاريك هذه طبعا كانت تعتبر تعتبر هي من أفضل الخدمات التي يمكن أن يقدم لها محافظة عدن لخدمة بناء المحافظة كما تعلمون في الأيام الماضية مرت محافظة عدن بعاصفة وسيول وانقطعت بكثير من الخدمات منها المياه والكهرباء والاتصالات في بعض الأحيان كانت هذه البوز وسوف نستعملها إن شاء الله لإستعمال المناسب لحل مشكلة الأزمات التي تمر بها محافظة عدن من ناحية أخرى أكد ممثل البرامج سلمان الحديني أن المشاريع هذه ستكون داعمة حقيقية للجوانب الاقتصادية في بلدنا وتحقق الاستقرار بكل أشكاله إن هذه المشاريع التي ينفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية سيكون لها الأثر الكبير في تنمية اليمن ودعامة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مما ينعكس إيجابا على الاستقرار بكافة أشكاله لقد عمل البرنامج خلال الفترة الماضية على إفاد فرق هندسية ومتخصصون في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمحافظات المحررة ومدرياتها للقيام بمسح ودراسة للاحتياجات وتحديد أولويات المشاريع في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والصحة والتعليم والزراعة ويجري العمل على دراسة عدد منها تمهيدا لتنفيذها بإذن الله إن المملكة العربية السعودية كانت ولا زالت تعمل مع الحكومة الشرعية لاستعادة الأمل والأمن في اليمن والتنمية والإعمار وسيواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على العمل من أجل المساهمة في ذلك بعد ذلك قام الأخوة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي ومعه الأخوة وزير الكهرباء العناني ومحافظي عدن سالمين ولحقة تركي وأبيان حسين بتدشين عمليات التسليم لا زالت دعم السعودي لبلادنا مستمر هذه المرة في مجال الصهاري لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية العاصمة الموقتة عدن أقيد بمديرية المعلّة في العاصمة الموقتة عدن جلسة توعوية حول مخرجات الحوار الوطني نظمتها مكتب وزير الدول لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشراكته مع نقابة الصحفيين ضمن برنامج رفع الواعي الذي تنفذه شبكة عدن للمبادرات الشبابية وفي الورشة التي حضرها رئيس نقابة الصحفيين بعدن محمود ثابت أشهد الوزير بالشراكة مع نقابة الصحفيين في تنظيم فعاليات التوعية بمخرجات الحوار وتعزيز الاستقرار وتوفير الخدمات وبناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن مؤكدا على دور الإعلام في التعريف بمخرجات الحوار ومسودة الدستور الاتحادي ورفع وعي المجتمع بمفاهيم الدولة الاتحادية والشراكة في السلطة والثروة ومستويات السلطة في الدولة الاتحادية وخصوصية مدينة عدن كمدينة اقتصادية لها سلطتها التشريعية والتنفيذية المنتخبة وإراداتها المستقلة وفقا لمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي الجديد وناقش المشاركون اختصاصات مدينة عدن وصراحياتها المستقلة عن الاقليم والاتحاد وانحكاس ذلك على تنمية واستعادة مكانتها الحضارية والتاريخية وجه رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي قيادة محور الحديدة بسرعة دمج المقاومة التهمية ضمن وحدات الجيش الوطني واستكمال ترقيم الوحدات التي تم دمجها بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد العلى للقوات المسلحة وشدد خلال لقائه بعدن قيادة محور الحديدة على تنسيق الجهود مع التحالف العربي كون الهدف الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه واضح ويتمثل باستعادة الشرعية وانهاء الانقلاب وثمن رئيس هيئة الاركان الدعم الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفهم إلى جانب اليمن وقدم اركان حرب محور الحديدة العميد إبراهيم معصري تقريرا عن سير المعارك العسكرية الميدانية في جبهة الساحل الغربي بشكل عام وجبهة الحديدة بشكل خاص ووضع الوحدات العسكرية التابعة لقيادة المحور وتموضعها في جبهة الساحل الغربي ومعنويات الضبط والجنود وجهود قيادة المحور لاستكمال عملية دمج المقاومة التهامية ضمن الجيش الوطني ونسبة الإنجاز في عملية الترقيم للوحدات العسكرية التابعة للمحور حضر اللقاء رئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن أحمد اليافعي ومدير دائرة شؤون الأفراد العامة الخضر أمزنبر أدانت وزارة الخارجية اليمنية الهجومين الإرهابيين الذين استهدفا سيارة للشرطة بالقرب من السفارة الفرنسية ووحدة مكافحة الإرهاب بالعاصمة التونسية وأسفراء عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين وأكدت في بيان تلقت وكرة الأنباء اليمنية سبا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية مجددة موقف اليمن الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء وتقلق السكينة العامة وجددت وزارة الخارجية وقوف اليمن إلى جانب تونس وفي كل ما تتخذه من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وعبرت عن حر التعازي وصادق المواسى لحكومة وشعب تونس الشقيق وأسرة الضحية متمانية لجرح ومصابين الشفاء العاجل بدأت بالعاصمة التونسية فعاليات الدورة العشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت إشراف وتنظيم اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع مؤسستين لذاعة والتلفزة التونسيتين وبشراكته مع المؤسسات العربية لإتصالات الفضائية عربسات بمشاركة بلادنا بوفد ترأسه مدير عام المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون إسكندر الأصبح ويتزامن تنظيم الدورة العشرين للمهرجان العربي اللذاعة والتلفزيون مع الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد حيث تم عرض فيلم وثائقي عن أهم المحطات الهامة التي ميزت مسيرة الاتحاد إضافة إلى إصدار كتاب يروي مسيرة خمسين عاما للاتحاد في خدمة الإعلام العربي يذكر أن دولة فلسطين هي ضيف شرف الدورة العشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وذلك دعما من اتحاد للقضية الفلسطينية اعترضت وأسقطت قوات التحالف الجوية طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية وقال متحدث رسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيدة الركن تركي المالكي أن قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من شمال صنعاء باتجاه المملكة وأضاف العقيدة المالكي أن الأدات الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية اندلعت مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة بين الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في محيط باجة بجبهة حجر شمال محافظة الضالع وجاءت تلك المواجهات بعد معارك متقطعة في محيط باجة حجر وقصف مدفعي قامت به قوات الجيش والمقاومة الجنوبية استهدفت فيها الميليشيات الحوثية في الأطراف الغربية لمنطقة الزبيريات فيما قامت ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخة من نوع كاتيوشا من منطقة الزمعري شرق مدينة الفاخر باتجاه مدينة الضالع وسقط وسط حي سكني بمحيط المدينة وأصاب أحد منازل المواطنين أصيب أربعة أطفال بجراح مختلفة بشضايا مقذوف تابع للميليشيا الحوثي الإقلابية في قرية غولة ديمة بمنطقة موريس بمدينة قعطبة شبال محافظة الضالع وذكر مصدر محلي أن المقذوف هو من مخلفات عمليات القصف العشوائية الذي تشنه ميليشيا الحوثي الإقلابية على التجمعات السكنية في مناطق موريس ومناطق شمال غرب المحافظة لافتاً إلى أن هذا الحادث يضاف إلى سلسلة جرائم الميليشيات الإقلابية التي استهدفت حياة المدنيين في محافظة الضالع جراء انفجار مثل هذه المقذوفات والألغامة المختلفة التي زرعتها ميليشيات القتل الحوثية لقي ثمانية من عناصر ميليشيا الحوثي الإقلابية المدعومة من إيران مصرعهم في مواجهة مع قوات الجيش الوطني في مدينة تعز حيث اندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من ميليشيا تقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني شرقي مدينة تعز وأحبطت قوات الجيش الوطني محاولة ميليشيا الحوثي الإقلابية وأجبرت على التراجع بعد مصرع ثمانية من عناصرها وجرح آخرين لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإقلابية مصرعهم وجرح آخرين بنيران قوات الجيش الوطني في الجبهة الشمالية لمحافظة الجوف حيث حاولت مجاميع حوثية تسلل إلى مواقع متقدمة لجيش الوطني في جبهة العقبة بمجرية خب الشعف إلا أن المحاولة فشلت أمام يقاضة الجيش الوطني وأفشلت قوات الجيش محاولة الميليشيا بعد أن كبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما لذا من تبقى منها بالفرار تحت ضربات قوات الجيش الوطني إلى ذلك استهدفت بدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الإقلابية في مواقع متفرقة بالعقبة وأصفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا الحوثية صدت قوات الجيش الوطني محاولات تقدم لميليشيا الحوثي الإقلابية المضعومة من إيران في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة وحاولت مجاميع من الميليشيا التقدم باتجاه مواقع الجيش غربي مديرية حيس جنوبية المحافظة حيث أفشلت قوات الجيش محاولة الميليشيا وأجبرتها على الفرار بعد تكبدها قتلى وجرحة في صفوفها وفي سياق خروقات الميليشيا هاجمت مجموعة من عناصرها مواقع الجيش في مديرية التحيطة جنوبية المحافظة وحاولت الميليشيا خلال الهجوم التقدم باتجاه مواقع في أطراف منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيطة إلا أن قوات الجيش الوطني صدة الهجوم وكبدتها خسائر في العدد والعدة هذا وتنفذ قوات الجيش في الأثناء عمليات تمشيط واسعة بمحيط المنطقة والمزارع القريبة منها لتعقب جوب الميليشيا الحوثية وملاحقتها واصلت ميليشيا الحوثي استهداف مساجد ومستشفيات في الحديدة ما أدى لوقوع شهداء ومصابين وأضرار مادية وأكدت مصادر محلية استشهد مواطن وإصابة أربعة آخرين بقصف شنتهم ميليشيا الحوثي استهدف مسجدا ومنازل مواطنين في مدينة الحديدة وأفادت المصادر أن الميليشيات الحوثية استهدفت بقصف مكثف مسجد الهدى أكبر مسجد في حي المنظر المقتضى بالسكان والمتاخن لمطار الحديدة من الجهة الجنوبية وأكدت أن قذائف مدفعية الميليشيات الحوثية أصابت بشكل مباشر المسجد وتسبب القصف بنزوح عدد من الأسر إلى قرى النخيلة والشجيرة جنوب الحديدة على صعيد متصل قصفت الميليشيات مستشفى 22 مايو داخل المدينة كما ذكرت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي قصفت بشكل مباشر المستشفى داخل المدينة ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في الطابق الثاني للمستشفى ذكرت مصادر مطلع أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات مكثفة على مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية الإنقلابية في محافظة صعدة ووضحت المصادر أن تلك الغارات تزامنت مع مواجهة عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثية الإنقلابية في عدة مواقع بمحافظة صعدة تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية الإنقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح على مدار الساعة الماضية ترأس محافظ أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم الاجتماع الدوري للجنة الأمنية والذي وقف أمام الأوضاع الأمنية في مركز المحافظة والمديريات وأشار المحافظ إلى التحسن الأمني خلال الفترة الماضية وما رافق ذلك من جهود دؤوبة بين مختلف الأجهزة الأمنية مؤكدا على أهمية رفع درجات التنسيق المشتركة بين قادة الأجهزة الأمنية وقادة الوحدات العسكرية المرابطة في المحافظة بهدف توحيد الجهود وزيادة اليقظة الأمنية العالية ومحاربة كافة أشكال الجريمة مشيدا بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بما قدموه من دعم متميز بالقطاع الأمني والعسكري وجها بمنع التقطعات وأشار أنه ستتم عملية تسليم واستلام لنقطة أمح الحل بمدينة لودر لافتا إلى أن الجهود الجارية لإصلاح أي اختلالات في مراكز الشرطة هذا واستعرضتها في اجتماع اللجنة عدد من التقارير والمواضيع من قبل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الهادفة إلى تحسين الأداء الأمني بالمحافظة عقدت في مدينة الزنجبار بمحافظة أبيان ورشة عمل تعريفية بمشروع الأمن الغذائي بدعم الوكال الأمريكي للتنمية وتنفيذ منظمة أدرى وفي افتتاح الورشة التي شارك فيها ثلاثون مشاركة من مكتب التخطيط والتعاون الدولي والزراعة والصحة ومياه الريف في أربع مديريات بأبيان أشهد محافظة المحافظة اللواء الركن أبو بكر حسين سالم بالدور الفاعل لمنظمة أدرى في مختلف القطاعات مؤكدا على أهمية تركيز مثل هذه المشاريع على المناطق الأكثر حاجة لمختلف أشكال الدعم الغذائي وشدد محافظة أبيان على ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية في المحافظة والمديريات بغية إنجاح مختلف التدخلات لمشاريع الأمن الغذائي وخصوصا في المديريات النائية والبعيدة ناقش محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح مع الرئيس منظمة المجتمعات العالمية المهندس أديك أوغارا مشاريع المنظمة التي نفذتها وتعتزم تنفيذها خلال الفترة القادمة بدعم من المنظمات الأممية وخلال اللقاء نوها محافظة الضالع بأهمية مشاريع المنظمة ونعكاسها الإيجابية على الأوضاع الإنسانية والخدمية بالمحافظة مؤكدا دعم السلطة المحلية لمختلف مشاريع وأنشطة المنظمات الدولية التي تخدم أبناء المحافظة من جالبي أوضح المهندس أوغارا أن المنظمة ستعمل على تنفيذ المشاريع التي ستخدم سكان المحافظة بناء على دراسات تحدد احتياجاتهم وثمنا دعم السلطة المحلية لجهد المنظمة حضر اللقاء وكيل أول محافظة الضالع نبيل العفيف وعدد من المسؤولين دشن وكلاء محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي ورشاد شايع مع نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي با هرمز استكمال عمال الصيانة الطارئة لمدرجة تدحرش تاكسيوي المرحلة الثانية بمطار عدن الدولية البالغ تكلفتها 40 مليون ريال بتمويل مشترك من صندوق صيانة الطرق والهيئة العامة لطيران مدني والأرصاد الجوي بعدن وأضح الوكيل الزامكي أن اليوم يتم استكمال سفلة المقاطع في مدرج مطار عدن الدولي الذي بحاجة إلى إعادة تاهيل بالكامل جراء المراحل الصعبة التي مر بها المطار أثناء الحرب الغاشمة التي شنها ميليشيا الحوثي على عدن عام 2015 مشيرا إلى أن أعمال السفلة في المدرج التي يقوم بها مهندسية المؤسسة العامة للطرق والجسور شرفت على الانتهاء ستساهم في إعادة المنحنيات في مدرج المطار باعتبارها أعمال عاجلة ضمن إطار الجهود الحكومية لاستكمال عمليات تاهيل المطار وإنعاش حركة الرحلات من جانب أشهد القائم بأعمال مدير مطار عدن الدولي منيف الزالي بدور صندوق صيانة الطرق وهيئة الأرصاد الجوي في إعادة تاهيل مدرج مطار عدن الدولي وصيانته وإعادة الروح لقطاع طيران لاستقبال الرحلات المحلية والدولية لافتا إلى أن المرحلة القادمة سيتم تاهيل المدرجة تاكسيوي والرنوي مدرج الإقلاع والهبوط للطائرات بعد الموافقة التي ستتم من قبل رئيس الوزراء بتكلفة 15 مليون دولار افتتح وكيل محافظة أبيان عبد العزيز الحمزة ومعه مدير إعلام المحافظة الدكتور ياسر بعزب الحلقة النقاشية عن دور الإعلام في بناء السلام في محافظة أبيان التي نظمتها مؤسسة شباب أبيان بدعم من منظمة شركاء اليمن بالتنسيق مع مكتب الإعلام في المحافظة وأكد الوكيل كلمة أكد أهمية الإعلام ودوره في التنوير والتثقيف والتوعية وبث روح التعايش ونبذ كل الظواهر السلبية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع من جانبه استعرض رئيس مؤسسة شباب أبيان حمدي سالم منصور أهمية وأهداف الحلقات النقاشية التي يشارك فيها الإعلاميين والنشطاء والمرأة والشخصيات الاجتماعية لتعزيز بناء السلام في المحافظة فيما ألقيت كلمتان لمدير إعلام أبيان ومدير مديرية الخنفر أكدتا على أهمية الشراكة المجتمعية والدور الحيوي للإعلام في المجتمع ناقش وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي مع مدير شؤون التنسيق والارتباط بمنظمة الهجرة الدولية أكرم الوصابي دور المنظمات الدولية في تقديم الخدمات الإنسانية والعمال الغاثية للنازحين وأكد الوكيل أهمية دور المنظمات الإنسانية في تقديم مزيد من الخدمات الغاثية للنازحين في محافظة الجوف التي تشهد تدفق أعداد متزايدة من المحافظات المجاورة داعيا منظمة الهجرة الدولية والمنظمات المعنية للقيام بدورها في الجانب الغاثي من جانب أشار الوصابي إلى أن المنظمة ستعمل في الوقت الحالي على تقديم الخدمات الضرورية للنازحين مشيدا بما تشهده الجوف من الأمن والاستقرار وهو ما يشجع المنظمات على القيام بدورها الإنساني حذر الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني من إقدام ميليشيات الحوثية على اقتحام فرع البنك الأهلي اليمني في صنعه وتعيين مدير تنفيذي للبنك وهو ما سيؤثر تأثيرا سلبيا على الجهاز المصرفي في البلاد كما اعتبر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني خلال لقاءه بموظفية البنك الأهلي في العاصمة الموقعة عدن أن ما حصل في صنعه هو قرصة إدارية غير مسؤولة مشيرا إلى أن هذا التصرف سيؤثر على سعر صرف العملة وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام محملا ميليشيات الإقلابية النتائج السلبية المترتبة لاستيلائهم للسلام على الفروع التابعة للبنك مؤكدنا أهمية وقوف الدولة والبنك المركزية والمجتمع الدولي شكرا والمجتمع الدولي للوضع الحلول اللازمة لحل هذه المشكلة كما طمان العملاء بسلامة أموالهم وداعهم وطمان الموظفين في فرعي صنعاء والحديدة بضمان حقوقهم قام مدير مكتب التربية بأبيان الدكتور والضاح المحوري يرافق رئيس اللجنة الفرعية لامتحانات بالمحافظة بزيارة تفقدية لسير عملية الامتحانات الثانوية العامة في مراكز الامتحانات لمديرية موديا بقسميها العلمي والأدبي وزارا كل من مراكز امتحانات أبو حاتم بنين بالقوز وثانوية القوز بنات وعثمان بن عفان بنين بمنطقة جبلة الوزنة ومراكز الثانوية انفريض وثانوية موديا للبنات وثانوية جوأس للبنين موديا كما تفقد مركز مجمع السعيدة التربوي بنين وبنات بمنطقة امصرة التابعة لمديرية اللودر وطلع مدير مكتب التربية على سير عملية الامتحانات في تلك المراكز وبدأ التزامها بالضوابط واللوايح المنظمة والمنظمة لعملية الاختبارات لشهادة الثانوية العامة وزع مركز الملك سلمان لغاثة والعمال الانسانية دوات المهنة لخمسين مزارع من مزارعي مديرات المسيمير بمحافظة لحج ضمن البرامج التدريبية بالقطاع السمكي والزراعي بالمشروع الذي ينفذه اتلاف الخير للغاثة الانسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للغاثة والعمال الانسانية ويهدف المشروع الى خلق فرص الاقتصادية وتحسين سبل العيش الزراعية وغير الزراعية في المناطق المحررة والمهيئة لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادية المبكر من خلال تأهيل ودعم وتشجيع اصحاب المهن الزراعية وصل الى مدينة سيئون 48 شخصية اجنبية وعربية المشاركة في بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين التي ستنطلق مساء غد في صارة الشهيد علي عبيد بامعبد الرياضية بمدينة سيئون وكان على رأس الواصلي ممثل الاتحاد دولي والاوروبي لكرة القدم في فابيار ميقاشا ونائب محافظة بغداد احمد الشيخ وممثل وزارة الشباب والرياضة التونسية لاسعد بن عبدالله وعدد من ممثلي وسائل الاعلام اشكر سعادة وكيل محافظة حضراموت بالصحراء والوادي سعادة عصام الكثيري عن دعمه ومساندته لنا لهذه البطولة وطبعا كافة الوفود وصلوا بسلامة والحمد لله ونشكر كافة الاجهزة الامنية وطبعا هدف هذه البطولة هو في الواقع تحدي هدفه هو دعم الشرعية وان محافظة حضراموت ترزخ بالامن والامان ان شاء الله هذه البطولة فاتحة لبطولات اخرى ويحق الى الشباب اليمني واليمن ان تحتضن بطولات عالمية فنحن دوما لخدمة اليمن والشعب اليمني ومساندة الشرعية بسم الله الرحمن الرحيم اول نحتفل في هذا اليوم قيادة سلطة محلية وقيادات امنية وعسكرية وكل ابناء سيون في قدوم فريق الملاكمة العالمي الى سيون وكان في استقبالنا الاخوة من كل من الاخوة في التحالف العربي والاخ الدكتور الهادي في هذا الاستقبال لا تسعنا الفرحة وقلوبا مفتوحة لكل القادمين الينا في هذا اليوم للمثل ملحمة جديدة ان شاء الله من انتصارات سيون وحضرة موت عامة لتبدأ سيون في عاصمة السلام الى كل العالم انا عصام البرهومي تونسي اربعين سنة اتشرفت اني نكون انا في مدينة اليمن ان شاء الله ستشارك في بطولة العالم الملاكمة العربية وان شاء الله بشنشرف في تونس ان شاء الله ونكون معنا في مساندة اليمن في هذه البطولة وخاصة ان هذه البطولة يعني منظمة بمناسبة الشعار الصداقة اليمنية السعودية الاماراتية وان شاء الله باذن الله حننوركم ونجيب ان شاء الله الحزام بطولة العالم واللقب العالمي وانا عندي تجربة 13 مرة بطل العالم في 7 اختصاصات وان شاء الله سيكون الاختصاص الثامن وان شاء الله واللقب رقم 14 ان شاء الله شكرا وقبل الختام نعود ونذكر بابرز العناوين نائب رئيس الجمهورية يلتقي رئيس لجنة تنسيق عادة الاستشار وبعثة الامم المتحدة بالحديدة البرلمان العربي دين انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق أعضاء مجلس النواب اليمني الرافضين للانقلاب تجدد المواجهات مع ميليشيا الحوثي بجبهة حجر شمال الظالع ومصرع ثمانية عناصر من الميليشيات في مواجهاتهم مع الجيش الوطني بتاعز في الختام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر